ختم غربة السلام عليكم اليوم السبت جوج نوفمبر 2024 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم كنظم إنها رسالة واضحة واشحنا مسلمين غير حيث تزادينا مسلمين ولم تشبعين بالقيام ديال الدين الإسلامي ديالنا وكان مرسوه في حياتنا اليومية كتعرفوا المجتمع المغربي ما غاديش نعمم واللينا راسية راسي والتشي واحد ما مصوق لشي حاجة وخرجوا وقع أمثلة هذا ما تديش في الأخر وترتاح وتعيش بزاف وشي هضرخوية هادك شي كله هضرخوية الأمم وللمجتمعات المتقدمة مشي حاضي صاحبه في التجارة ولفشي حاجة ولكن حاضين بلادهم ناس اللي المواطنة متشبعين فيها أنا في هاتي اليومين هذي تراوليه بزاف ديال الحاجات ليست تراوليه ولكن لاحظت وشفت وعشت شي حويج استفزتني وهذا كش علاش قررت على الأقل مرة في السمانة غامد ندير فيديوهات بحل هادة ديال اليوم كنتعرفوا هذي واحد العشرين يوم واقيله ثلاثة الأسابيع كنت دير طريق السيارة وكيباليا بأنه في جنبات الطريق حفروا واحد طرنشي طرنشي أنا كنتسميه طرنشي وما داروش علامات باش يعلموا الناس بأنه ديرها هناك الخطر إلا شي كار ولا شي ملكاميو ولا شي ملطنو بالغير لسببين ما خرج على الطريق وطحف ذاك الطرنشي غيتتقلب في البلاسة طريق السيارة للإشارة ما فهمتش فين هاد الناس تعلموا السلامة الطرقية الطريق السيارة لا يفقهون شيئا عبتيو شنوه أنا غادي نصنفهم في طريق في الخانة دي المجرمين لأن منك توصل لهذا الحد مجرمين نعطيكم مثال وعاد نرجع لهذا ديالهات طرنشي كتكون غادي فلوتوروت كيبالك كاميون بان دوك واقف في جنب الطريق ونصفه خارج عرفتوش حل ديالناس ماتوا في طرق السيارة ديالنا غير بهكا غادي بالليل ولا زيار عليه شي واحدة كيندخلك في الكاميو كيتشتت والموت ديباناج واقف بغيه استنوبيل ما دارش العالمة ديالتشوير ما دارش العالمة ديانتيباد خلفه واحد مات مات مول ديباناج وهذا شي راكينين ولكن طريق السيار ما كتنشرش هاد الإحصائيات ما كتنشرش ونحن كموجتمع مغربي ساكتين مثل ديال الكاميو كتلقى كاميو كتجي طنبيل كتوقف ديال طريق السيار من كي علموها بديك 50-50 كيحط لك اللي بلو هم ذلك البلاستيكات الليمونيين وكيمشي في حالاته الكاميو كيبقى بليومين بثلت يام كتلقى عيطون الميكانيسيان ديال كارولاد كاميو كيريباري الكاميو في لطوروت في الوقت اللي خاس أي واحد وقف في لطوروت كتوقف الطنبيل واحد الميات مترو مراه كتدير العلامات ديال تشوير نتيباه الأضواء وكل شيء وهو ديك طنبيل فيها واحد الإكران كبير قداشنا هو عنده كورا كاين وكاين شتو طنبيل ديال نحنا كيديرين وكيديرو طنبيل وحدا الواحد ترانسان في الوقت اللي كاميو طاحومبان كتجي طنبيل مراه كن علمو الناس حضي وراسكم بشوية نقسم السرعة واحد كاميو طاحومبان وكان عيطو الدباناج فهاتشي كنتكلم لكم أنا فنساعة فساعة اللاروب كيجي ديباناج كيهزو يخرجوا من اللوتوروت يخرجوا من اللوتوروت ما يبقاش يريباريد براسوا ديك الساعة لا شركة ديال طرق السيارة ما سوقها هاش ما شغولة فتحها جا الناس انبان كيجي حطلك البلو يزيد فحالاته جريمة مزيان غن نرجع لهادي ديال باكترانشي اللي كنحفره كتعرفو دازو من هاديك الطريق الالاف والالاف من المواطنين ناس سيطن بلاد الكيران المسؤولين سامين في الدولات كونشي عايكون داز لان هاديك الطرنشي اللي كنت صورت راه صورته هادي واحد الزعمة قبل ما أنا صورته هادي ثلاث الأسابيع ولكن كانوا كيحفروا روح الأسبوع قبل دوك عشرات الالاف نتشي واحد ما عيط لهذاك خمسين خمسين ويقول لهم يودي وك وك عباد الله شاتشي كتديرو رغم غير معقول أنا عيط وقت لهم اودي راه ما شي معقول برت الفيديو ورقت لهم راه ما شي معقول بأنكم هما يجهلون 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 كيف شغلون في السرها القوانين ديال السلامة كيف ندارو هاداك طرنشي أنا دزد فيه غير هادي واحد هادي يومين ولقيتو مازال كي حطوه ده دو كلي بلو وزادو مع ترك وخلوه داك طرنشي بحلاك بالليل غادي بانو كل واحد بعيد على الاخر بعد ستين سبعين مترو ولكن ما كيش حاجة لك تقول لك خفف السرعة ما كيش حاجة إشارة ضوئية تحاجر والناس ممسوقين شي تقلب لي بغي تقلب بيموت لي بغي يموت الطرق الشركة الطرق السيارة بالمغرب أنا قلت لكم أنصنفها في خانة الشركة المجريمة شوفوا جانبات الطريق اللي كنت صورت شحال هادي محطت السراحة والرابي حطوا هاد لي بلو وزادو شوش حامل كيلو ماتر شوش حامل كيلو ماتر شوش حامل كيلو ماتر شوش حامل كيلو ماتر الكفر ديال لي فيه المطور عليا شحاله غادي طائر حاله بشكي ادرق للماتريكل ديالو بشير الرادارات ما يشدوش لأنه جاي بوحت سرعة موفريطة في الصيف منيك تكون خمسين دراجة ولهذا كتشفوا الكيران حالين داك الكوفر ديال المطور كي يقولك بشكي تبرد المطور مع العلم يلا عندك ما كشفوش الساتيام ولا ساتاس ولا سيبراتور اللي عندهم الكيران جدا غادي يحل هادك شي المهم هاد حاله لأنه كانت كيجري وعنده السرعة المفريطة السيد في الهبطة دي الأمسكرون تابعه أنا السيد غادي هابط 110 120 130 كنقول هوا غايت قلب ودك الكار كله كيطالوني غادي وكيتميل وتسألتوها كيفاش يمكن هازو واحد 48 بلاسة وعليش هاد الناس مدووش معها علش مانات تشي واحد ومشال عنده قال لها السيفلان قال الله يرحم الوالدين أشاد السرعة علش تشي واحد ما منشاف ديك السرعة ميدير واحد لابليكاسيون ويشوف هالغادي الكار ويعيط لرقم الأخضر يعيط للدرك الملكي أنا ركنت وجد في هاد الكار حيث تشي واحد ما مصوقة هوا كار موجري مصايق غادي يقتلهم والمواطنين أطلقهم كانوا مرع كتر عدو وما قادرش يدوي ما قادرش يبشي عنده وقال لسي يحتر بالقانون رخص تمشي بـ 80 ره هاد الهبطة في بـ 60 وانت غادي لي بـ 120-130 كيف يدرتي لها نحن المواطنين ما كان ندويوش ما كان نسكتوش قتلنا الخوف وفي نفس الوقت قتلتنا الأنانية راسية راسي مزيان وصلنا البياج ضقينا الإنارات تمة كنشوف الكار كالقاء عامر بالنس سبقته وكان هو ورايا وقفت عند الدرك الملكي أمسكروض في الأداء محطة الأداء وقلت للدركي الله يخليك هدم الكار راه نازل في الهودة 110-120-130 قال لي يا إلهي كيف هاش في الهودة رغي يلوحراسه وقلت له هاتشي لي كاين أنا كنت كنت سنة غادي يقول لها جي يوقف أجي يسيتا وجني وقف هنا أعطيني شي فيديو أعطيني شي حاجة والكاميرات ديولي كي يسجلوا كل شي قال لي يا صافي غاسير أنا أنشوف وقفو أنا كنت شوف فيه في الريتروفيزور ورالونتيت ما قاملاش ثلاثة دقيق أنا كنت سنة يطلع ويقولوا يعطيني الديسك ويشوف الديسك ويقول لها شاشي باش غاديب هاد الناس يوقف الكار جاع كله سيف تشافه أرخور نحيي لي البرمي شي حاجة ما هي إلا دقائق ويدوز حدايا ذاك الكار 120 الله هل 120 باش تبعتو بحال بغي يقول يا وغضد فيك يا الله بلتالجة درمية وانا ديز حداك وداز طائر ماش السيد ما شغلوش واستفزني ان الضراكي ما حبسوا مدوى معارا الحياة ديل 48 ديل ناس هادوك راه يقلبوا مشيقون تبدون تبكاو آه السرعة آه لا قالوا ما أنا وانا علمت تحجمت بدلات ما شغلناش ما خلينا دك شي هكاك وحدة أخرى هاد شي دفا ترى البارح في الصباح اليوم في الصباح طلعت المطار 12 واربع دليل جاي من المطار المطار المسيرة هنا في أقادير وكانت لقى تقريبا 41 مطور مجموعة تم 40 مطور في ديك طلماد يال طريق دوب الفوالي غادل اش كيديرو هاد الشباب أنا ضد المنع ولكن خصنا هاد الناس نوعيه مع التوعية والردع مني كان نقول المنع ما غاديش نقوله لهم غادي نجيو ويلقيناهم ما غادي نجيو كل شي الفريان وهذا وعلاش وكيفة ولكن في نفس الوقت نجيوه غير البديل نشوفوا شي بيست نشوفوا شي حاجة اللي يجمعوا في هاد الشباب ويمارسوا هاد الهواية ديانهم في أمن وامان هاد الناس كلهم اللي شفت أش غادي نقول لكم شباب بالشورطات تي شيرت ما كيش الكاسك لا شا نقول لك لا واعي ما شغولهم في التحاجة واش عمركم شتوا مطور ستعين كي مشي مياه وعشرين كي تيدوزوا طايرين وغيب الشورطات والبرد وغا وكي تجار وتم هاد الناس هادو ما هو عيب تحاجة أولا مني كان موضيفوا المطور رغم كان موضيفوا وشغل المطور بشي بشي بالسرعة كان موضيفوا معه لسيستم دو فخناج كامل كامل من اللولتا للأخر لا بالضغط ديال الزيت لا بالليديسك كي ديرين واش السرعة سيكونوا ليديسك فانتيلي ولا ولا مهم هاد الناس ما سوقهمش كان موضيفوا كان موضيفوا البولونات لشغل الروايد لشغل الكادر لشغل اللي شغل لأنه ما غاديش يصمدوا لهاد السرعة وكي ضحيوا بحياتهم وعطيش داروا بين الطنوبيلات تخياط ما كنا ندخل خروج طعف 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 طنوبيلات غادي لحنا كنا وكي يدوز احداك الموتور طايرة في ديك الضلمة خسك باش تكون دير هاداك الحاماق خسكم قرقم ما وعيش خسكم جايبش بلاسة أخرى وتسألت مرة أخرى علاش المواطنين تشي واحد معيط لضارك الملكي كل شي ساك كل شي كيدوا احداهم كل شي الله حول ولا قوت إلا بالله هاد الشباب أردت أنا كان طير ولكن ما كان غامرش وكان وكان عرف الحاجة اللي غنجري بها والحاجة اللي ما غنجريش بها كان عرف فين غنجري ما غنجريش وما نعرضش حياة لغير الخطر علاش ما نديروش بلاسة احدا الملعب أدرار ولا المطار قديم بنسرقا وما كيف كيدارف بزاف دي جواه مرة في السيمانة نحلوه الناس غير واحد البلاسة واحد البيست يلا الطنبلات يلا هنا المطورات ونديروش حاجة زوينة تشي واحد ما مسوقوا تشي واحد معيط الدارك وتشي واحد مدوى تشي واحد ما وعاهم وتشي واحد ما قدرش حاجة يلا علاش غادي نعطيكم واحد الحاجة اللي تراتلي غير هادي واحد ربع ساعة بشارع جيش الملكي مرة وبنتها صغيرة ما مرة جيلينا ندي ما كان وقف وواحد الاحتياط كان ديرو مني كان بغين نوقف نشوف وشي واحد جاي وش كان دير في اغلب الاحيان ما كان نوقف نشان ديما الى جاي الناس وش كان ديرو بحيلة السينار بحيلة غنضور بحيلة غنزير باش نعمر طريق باش ما خليم شي ضوبل اليوم انا وقفت الامرأ نشان هكت وهي قاطعة هي وبنتها بنتها يمكن عندها 5 سنين ودست طوبيل طاير ما مر رجلين كان غير يقتلهم والله ما قطرت نزيد نايا الامرأ المسكينة بقوة الخلعة وصف الطريق قلست وبدأ تكتب والاخر طهر مشا مشغلوش كون قتلهم ما مر رجلين إن الله لا يغير ما بقوم حتى سيغيروا ما بأنفسهم فينا ندفو نحن في كل شي فينا ندفو كله حزب كله وتول بيئة كان نعطيه الرشوة كان نديروا قا الحويج لمخصم شي دارو ونشوفوا شي حاجة ومشغلنا شو ما نديرو شو ما ندخل شو ما ندير شو هذا وخليهم يدبراصهم ونجيوا لمواقع التواصل الاجتماعي ومدون تشكاو بحل المواقع التواصل الاجتماعي ولتعنا بحل ذك حائط البوكاء كون كي تشكا وكون كي سيكيسب اللين على بلاد ولكن في أرض الواقع تشوع ما كي دير شي حاجة أنا كأقول لكم هذا بغير شي حويج بساط يا سيدي تشوف شي حاجة نعيط البوليس نشوف شي حاجة نعيط الدارك الملكي نشوف شي حاجة نعيط الرقب الأخضر نوقف البوليس ينجمع الزبل ما نلوح الزبل ندير شي حويج لا نار الحد نار الحد غير هذا اللي فات شاطئ شاطئ أنا مني كان نمشي مع مرتي واليداتي والعائلة وكل شي دي ما عنا خناشي كنزلوا معنا باش كنلوحوا الزبل وكنجمعوا الزبل لحدانا إلا رقينا شي حاجة كنجمعوا خنشا كتعارفوا أنا كنجمع الزبل من إحدى الناس وكتعيط لي أمرأ قلسة كتب رونزة أجي يا أوليدي هاك سيريضاء هاك أعطتني الزبل وقلت لي هاك جمع معاك هاك كان مخشيت تحت واحد الرولاكس ديالها وضحكت فالوقت يتهي كان يخصت تكون عند خنيشة وتجمع الزبلها والديه معها كنجيب معايا الزبل وكاللوحو في البركاسة ما كان لوحو في البركاسة اللي كانت مليئ أنه دي معامرا ودي معامرا الزبل والجماعة ما غادجيش ولا التكن نجيب معايا ذك شي لأقادي هذا شي وحد ممسوخ وكاللوت الشواطئ ها زرع ها البنتات ها الزبل ها ضانون وهذا وحنا يا ده بتقول هل شي وحد كل شي بديشكي وكل شي بدي واك واك عباد الله و يودي كيف ما قلت لكم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واشحنا مسلمين بالفطرة ولا متشبعين بتعاليم دل إسلامي دينا ها نمشي وقع بعيد عافاكم ها شوية المواطنة شوية دي الحب دي البلاد كل واحد يبغي مدينته كل واحد يبغي الحي دياله وبركة ما نديروها عوجاك حلز حلا في الشارع ونرجعو موقع التواصل الاجتماعي ومدهو نسبو نعطيكم مثال أو تاني لهم رفزاف على امثلة تريطر عليها هذي اليومين هذه مثال صغير شارع جيش الملك وقفت في القيش أوتوماتيك امثلة من المجموعة كانوا 10 أو 11 أطفال أنا نسميهم أطفال 13 أو 14 عام سيكون كروازي وجوج ابنات تكون عندهم 16 عام وما تجدرون لهم بالسبان بإحاءات جنسية والابنات لابسين طابليات تاهمة يمكن ديال الكوليج إحاءات جنسية واحد هذي حجرة وشير عليهم كنشوف المواطنين والله يمدخل شي واحد والله يمدخل شي واحد وسبان وناظرة وكل شي يتفرج والله يمز قلتهم مشيت ليهم يلا ومن يك أدو معهم هذا يسمح لي نعم يا ودا وعيط لبنات آجوا عافاكم وقت لدراجوا طلبوا السماحة طلبوا السماحة منهم وطلبوا منهم السماحة الدراج نديرها أنا وديرها أنت وديرها لآخر راه صلحنا شي شوية صلحنا شي حاجة وتقول يلا علش نخلي وانا مالي وانا شغلي نعطيكم مثال خر هذي قبل واحد سبع سنين كانت رات حاديثة تسير في طريقة مسكروب في الطريق السيار ولقيت شاحنة قدامي يلا فترة الحديثة وهذا شي كنا احنا في أرغانا الحساب شنا هو إمتى غتجي لامبيلونس اللي كان في محطة الأداء باش توصل وغتجيب الدورة وترجع مع العلم أنها صندوق لنقل البضائع مع العلم أنه ما فيهاش طبيب المستعجالات سيد اللي في الحديثة واحد فيهم غادي موت لأنك يضيع له الدم بزاف غادي موت شنو غادي نديرو واش لا حول ولا قوت إلا بالله اللي على بلاد فينا سيارة الإسعع في سيارة الإسعع ما صالح التحاجة بلادنا ما صالح الوالو شنو عيت لواحد طبيب صاحبي وتكلم وشنو 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 حبس الدم ديك ساعة وحبس له الدم كان عندي الماتريال في الطنوبيل وشي حاجات وهزيته ومشيت غادي تقول لي بأن وكي الماليك الكوميسارية كنت مستعد لو كان مات لي في الطنوبيل والله ما عندي أدنى مشكل والله ما عندي أدنى مشكل نطلع في المحاكيم ونمشي عند البوليس وردارك الملكي ويديروا ليه محضر وما عنديش مشكل ولكن مرتاح داخليا أنني درت اللي خسين دير وأنني عارف بأن هذه المحاكيم مصالحة الأولو وغا تتعطى بشي يوصل ويمتغى يجي والسيد وصلت به والحمد لله تعتق وعاش طبيب كي يقول لي لو كان بقى ربع ساعة كون هات سيد توفا وها هو بقى في أقادير ورا صديقي وكل شي والحمد لله يستعليه الله وأمره ورجع لوليداته الناس كي يقول لك ما نعتخوش لأنه سيطلعوني وهبطوني وهذا سيحتفل قانون نون نون سيستانسا نون دانجي رات هيك عقب عليها القانون أنني ما قدمتش المساعدة لشي واحد لي هو في خطر ناخدوها من هذا الجانب نحيدو هات شي كله غير الجانب الإنساني غير الجانب الإنساني كيفش غادي تنعص مني تعرف بأن كان يمكن لك تعتقوا واحد كان يمكن لك تعتقوا وما درتي لي اتحاجة وخليتيه مات وهنا غا نرجع عاوتاني مرة أخرى راسية راسية في بلادنا حتى ليمتى الله يذيرتوي الخير وغادي نقول لكم مرة أخرى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ونزيدكم واحد القادية باش نختموه هاد الفيديو غادي في مدينة أقادير غير عاوتاني هادي واحد شوية رأت لكم بزاف تحويش ترى هاد شي ليش عني درت هاد الفيديو كتبال لي ولا غادي نقول لكم كتعرفوا السيارة دي القصر المالكي ماترك يدي الارباط ولا دي 97 كلهم ما كي ريدويات لجللة المالك منيك يكون غادي طنوبيل ثم ما فيش جيش كحل منيك يكون غادي جللة المالك ما كي ريدويات للتحاجة وبيخلو عخير ها ما كان دوي ولا أعلى سلطة في المغرب غادي وكان كروازي هاد طنوبيل بزنقة مراكش بمدينة أقادير شبال لكم كلها ريدويات حتى من الصائق ريدو مجبود حتى الواحد شوية بشوف الريتروبيزور هاش عندو ما يخبي هاد برلمان هاد السيارة البرلمان المغربي 98 برلمان غير قولوا لي هاش عندو ما يخبي شكون هاد الشخصية شكون لي قل السما طالبي العالمي وولد الراشيد احنا الرؤساء الغرف الجوج هاش كيكون في خلق الله علاش هاد البرلمان غيجر كل ريدويات من غير إلا كان هاز الممنوعات ولا هاز شو وحد يمكن يمكن الممنوعات مخدرات ولا شعز بغاية وحد يشوفهم ولا كي مارس شي حاجة لي مشي يدي كفد كاللور بش كل هنج بدها بالريدويات وان البرلمان اش كتكون ما العلم ان الزج كحل رم منو غير زج كحل منو وانت ممتل شعب دير ريدو قع في طنوبيل هاد شي غير ركض في قدير الطنوبيل جات من الرباط وانت بريدويات استفزتني هاد القادية المهم بالرغم من هاد المشاكيل كلها الوريدات ينهار السبت غادي ندخل عند زوجة دي ووليداتي وكان هديهم ليكم كان هديهم جميع لمغاربة داخل وخارج أرض الوطن الله يحفظكم ويسر أموركم والله يجعل يماتكم كلها أفراح مصرات وورود وما فيها بس نهار السبت الذي دخل عنده ليداته واصدقاء وردات في الدار شي حاجة جميلة بزفعد تبارك الله عليكم والله يسهل عليكم واحد الهواية وحد اخر عندي هي جاغ ديناج واغلبية لأحيان نشري نهار السبت هاد النقلت ونغرس هم في الدار ها هو تغرس وهذا شي كامل ونبقى واحد ساعتين ولا ثلاث تسويع ونغرس ونقاد ونحلق المهم نضيع شوية الوقت وهي من الهوايات ديولي